كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيم اليوم جمع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن محمد القاسمي وذلك بمجلس الضيافة في خزام حيث تقبل سموه بحضور ولي عهده التعازي من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سموي حاكم الشارقة والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جمع الماجد وكبار المسؤولين في الدولة ومدير الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة